بسيطة. بعد ازلق هندسة في ناس بعت ريكوستات لو تتبعها بس عشان يتقل. ايه حاجة حياتها في تماغل ما هقابل الناس. من هنا. ممكن تخلي سيد ادمن يا بباش مهندس. سيد ادمن اصلا. طب ما لقيه بقى? ما لقيه? مش كده هقابلها مرة دي ومرة الجاهوة بقى. هو سيد موجود اصلا? صحش كده صحش لازم تتصل بيه تقارير ييجي معنا يا عدتورة باش مهندس. ايجي ايجي. عفلت عم بالطلبات او. فهنتكلم كده كمقدمة بسيطة. ايه هي انواع اللاتراللود عموما? او تعرف تعرفها ايه? اللاتراللود هي الاحمال الجانبية اللي بتأثر على المنشف. والاحمال الجانبية دي بتنتج من كذا حاجة. يا اما من الويند لود. يعني احمال الرياح. يا اما من السيزمك لود اللي هي احمال الزلازل. او احمال تانية زي احمال الانفجارات اللي هي البلاست لود. او اي حمل بيعمل حمل ديناميكي جانبي. يعني لو حمل انفجار بيأثر على المنشأ فممكن المنشأ دي يصال له حمل جانبي للانفجار ده. اللي هو ضغط الهواء هيأثر على المنشأ بحمل جانبي. عموما اي منشأ. بنمثله احنا كاستاتيكال سيستم فيكسي تفي. يعني المنشأ عموما ضد الاحمال الجانبية. بيشتغل كله كاستاتيكال سيستم واحد. وبقى الاستاتيكال سيستم بتاعه فيكسي تفي. واي عنصر بيقاوم زلازل بيبقى كاستاتيكال سيستم برضو فيكسي تفي. سواء شيروول او كور او اي حاجة. طب الحمل الجانبي بيأثر على المبنى ازاي. قال لك الحمل الجانبي ده حمل بيزق المبنى من الجنب. احنا طول حياتنا بنصمم اي عناصر على احمال بتأثر على المبنى من فوق لتحت. احمال رقصية يعني. النهاردة بقى نتعلم مع بعض ازاي نصمم او ازاي نحسب الاحمال الجانبية اللي بتأثر على المنشأ. سواء ويندولود او سيزمي كلود. والسكشن الجاي نعلمك ازاي بتصمم العناصر اللي بتقاوم السيزمي كلود او الويندولود. فانت لو زقيت اي مبنى من المباني كده من الجنب. هتلاقي ان المبنى ده بيحصل له بتشكل كده. يعني بيتحرك معاك واحدة من تحت وفري من فوق. فتلاقي ان اكثر بتبقى في الدور اللي فوق خالص. وكل ما تنزل لتحت. كل ما الحركة بتاعت المبنى بتقل. لانها بتقرب من ركزة. طب دي انواع الاحمال اللي بتأثر كاحمال جانبية اللي هم التلاث دول. طب ايه اللي بيقاوم? ايه اللي بيقاوم? ايه اللي بيقاوم في المبنى? يقدر يقاوم الاحمال الجانبية دي. فعندنا شوية عناصر بتقاوم الاحمال الجانبية. العنصرين المشهورين يا شيرول وكور يا اما دكتاي الفرين. ودول بشكل اساسي بنعتمد عليهم في مقاومة احمال الرياح والزلازل في مصر. في بقى انواع تانية هيقولها كمان شوية. بس دول بيكونوا اطبانست شوية الانواع التانية. وبتستخدم برا. استخدمش هنا في مصر قال. الشيرول معنى ايه? وايه الكور ده? الشيرول هو عمود مستطيل. بس عرضه او طوله زاد عن عرضه خمس اضعاف. يعني التى بقت اكبر من خمسة البي. فبنسمي ده شيرول. بيقدر يشيل احمال جانبية. طب الشيرول بتاعت. يكون افكي يكون رأسي. لو الشيرول افكي في البلان. فبيقدر يشيل اعمال في اتجاهه. دائما الشيرول بيشيل اعمال في الاتجاه الطويل ليه. لان الانهشة بتبقى كبيرة في الاتجاه ده. ولو الشيرول الرأسية وأببعدها بفتي. فبتقدر تشيل قوة زلازل في اتجاهها او قوة ريح في اتجاهها. ليست قوة ريحة او زلازل تبقى عاملة كده. يبقى الشيرول ده بتشيل احمال رأسية. الشيرول الافقية بتشيل احمال افقية. ق Report من الحبل ممكن يتعكس. يعني ممكن يبقى قفك من شمال اليمين أو من اليمين للشمال عاد هو المهم أنه يبقى في الاتجاه الطويل بنسمي ده بقى شيروول لو كانت تي أكبر من خمسة البي وتاعتها بتقاوم في اتجاهها الطويل فقط طب لو جمعنا كذا شيروول جمع بعضهم نسمي النظام ده كور يبقى الكور هو مجموعة من الشيروول لذيقين في بعض بيأكد أشكال مختلفة يا حرف إيه حرف U حرف C حرف W أي حرف أي مجموعة شيروول لذيق في بعض نسميها كور طب الشيروول الأفقية كابتشيل حملة في الاتجاه الأفق لعندها الإنرشة بتاعتها عالية هنا والشيروول الرقصية بتشيل أحمل في الاتجاه الرقصي أمال الكور اللي عبارة عن شيروول أفقية ورقصية مع بعض ده ده بيشيل أحمل في الاتجاه يبقى الفرق بين الكور والشيروول إن الشير وقول بيشيل حملة في اتجاه واحد ومبالك كور بيشيل حملة في الاتجاهية طيب والكور يا باشوانز اللي بيقام في الاتجاهين ده بيستخدمه إمتى بيستخدمه في المباني حوالين السلالم وحوالين الأسانسورات غالبا بيأمكانه في المبنى هنا ويفضل أن الكور بتاعك لو أنت بتوزع بره يبقى موجود في نص المبنى عشان أما تعرف السكشن الجاي يكون السنتر أوف ماس قريب من السنتر أوف رجي اللي فتح المايك داي فيه ده شباك بيبقى الشير وقول بتقاوم في اتجاه واحد الكور بيقاوم في اتجاهي طيب بالنسبة للدكتايل فريم ايه الدكتايل فريم ده أصلا عبارة عن فريم عادي خالص يعني كاميرا وعمودية المنظر ده كاميرا وعمودين هم طيب امتى نقولها ده دكتايل فريم لو اهتمينا شوية بالريجد جوينت اللي ما بينه اللي هي الجوينت اللي ما بين الكاميرا والعمود بنصممها بحيث تكون تقاوم زلازل طيب شكلها عمل ازاي قال لك ده الاستاتيجال سيستم بتاعك لو ده مثلا فريم وزي ما قلت لك بيبقى فكسل فكسل في الأسات وقصر عليه حمل ويند من الجن حمل ويند ده عايز يعمل ايه؟ عايز يزوق البيت يمين او شمال مش فارق دايما العزم الناتج من الأحمال الجانبية بيبقى العزم نتيجة اللي سوي نتيجة حركة المنش بمعنى لو عايز ترسم العزم على الكلام ده نتيجة حمل جانبي ايه كان عزل الأدوار بقى بتشوف العمود ده راح فين العمود على الشمال ده ده عايز يتحرك يمين يبقى العزم عليه يمين او العمود ده عايز يتحرك وكمان يمين يبقى العزم عليه من فوق يمين ومن اتزان الجوينت جبت المومنتات على الكاميرا وعشان هو فيكسد بيقل بالناحية التانية لو اكتر من دور هتلاقي نفس الكلام بالضبط فاللي هتلاحظوا ايه ان في الفريم اللي بيقوم زلازل المومنت في نص الكاميرا بصفر والمومنتات عند الاطراف باقصى قيمة فلو انت عايز سلح الكاميرا دي عشان تقوم زلازل الاول هتسلحها تسليح عادي لانها بتقوم فريتكال لبين برضو للاحمال الرأسية عادي هضيفة على التسليح ده شوية حديد اضافي على يمينة الكاميرا فوق وتحت لان ممكن الزلزال يتعكف وعلى طرف الكاميرا شمال فوق وتحت برضو ستلاقي ان الكود بيديك تفصيل التسليح الكاميرا اللي بتقوم زلازل عملها ازاي هوبه عامل تسليح الكاميرا اللي بتقوم vertical load عادي خالص اللي احنا خدناها في ساعة تانية ومزود شوية حديد إضافي فأماكن التقاء الكاميرا بالعمود فوق وتحت عشان الزلزال ممكن يهي كده أو يجي من ناحية التانية فالعزم ده ممكن يبقى فوق أو ممكن يبقى تحت طب ما علينا ده الفريم اللي بيقاوم الزلزال طب باستخدمه ليه طب ما نستخدم كل شروع الوقور قال لك مميزات الفريم ده ايه أول حاجة انه بيعطي ممطولية كافية للمبنى يعني بيخلي المبنى يقوم أحمال جانبية بشكل أفضل رقم اثنين مش مكلف اقتصاديا ده كاميرا وعمود رقم تلاتة ما بيزودش كمية الحوايب بالمبنى وعشان كده بيكون جيد للمعماري لأن الحيطة البغلة دي اللي هي التي بتاعتها أكبر من خمسة لبي بيداقي المعماري قوي هتلاقي دايما اللي المعماري بيطارد عليه اشيره اللي انت فرض يقول لك الكلام ده هيداين في البدرو فالأفضل ليك انك تعمل فريمات لو المعماري متدايق من شيرهول بس احنا بره في الشغل هتلاقي أغلب الحاجة بنعتبد على شيرهول لو معرفت شيرهول ببدأ ألجأ الفريم كعنصر مساعد يعني الفريم عندنا بره في الشغل مش حاجة أسايا الأساسي الشيرهول هو كور وما فيش مبناء بيني غير مبنائين تلاتة استخدام فريمات فريم ولا حاجة أو فريمين طب ده بالنسبة لمن للعنصرين الأسيين اللي بيقوموا الزلاث فيه ثلاث حاجات ثانية تفضل يعني ايه الفرق ما بين الفريم وعمودين وما بينهم كاميرا الجوينت الجوينت اللي ما بينه لو الجوينت مش متسلحة لأنها قوم بتقوم زلازل هيشتغل عادي خالص لأنها كاميرا وعمود بيقوم برتيكال بس الجوينت دي بقى بيتسلحة لها تسليح خاص ولها أصلا تزاين خاص تاني خالص يعني الفرق كل في الجوينت تمام جدا ده الفرق ما بين الشيرول والوكور والدوكتايل فريم فيه فقا عناصر تانية بنستخدمها بره يعني بره مصر حاجات تانية بيقاوم زلازل زي ايه فيه نظام اسمه تيوب ان تيوب يعني بنعمل مبنى كله كالشيرول مستطيل مثلا او مربع وجواه مربع تاني بيبقوا مربعين كذا الكلام ده بيستخدم في البلاد بره مشاني وفي السعادية بره يبقى فيه نظام بيقاوم اسمه تيوب ان تيوب ده مش عليك النظام اللي بعده اسمه دمبر الناس اللي هتخش مقرر اختيار زلازل مش عارف تتعرضوكو فعام ولا حكرا عندها انتشعال حاجة اسمها مقرر اختيار زلازل هياخدوا دمبر دي بالتفصيل وبتشتغل ازاي والميكانيكية بتاعتها عاملة ازاي وكده الدمبر جوه المبنى علامة الاكسي بتبقى عبارة عن هيدروليك جاك او هيدروليك بيمتص الصدم فنسميه دمبر بيقلل شوية الصدمات دي او بيقلل الاحمال الجانبية اخر نظام حاجة اسمها بيز ايزوليشن لا بيستخدم في البلاد اللي فيها زلازل كتير اوي ليه لان بيز ايزوليشن انك تفصل القعدة عن المبنى فالمبنى يبقى بيرقص فوق والقواعد مش حاسة بحاجة بنحط كده حاجة زي رولارد حاجة زي عجلات بتخلي المبنى بيتحرق مسافة 2 ملي او 3 ملي بحرية عادي في الاتجاه الافجر يعني بين الأسات ومن المبنى بنحط حاجة هنا اسمها بيز ايزوليشن عزل المبنى فالمبنى بتحرك فوق والأسات بيثبت ما بتتحركش فما يحصلش اي اجهدات على الشيرول او الكور اللي انت فاردهم او عن نظام عموما فبنابنى حر الحركة من فوق فبياخد الحملة ويروح وييجي عاد ما فيش اي استرس هتتولد والتلات انظمة دول مش علينا حتى الفرين مش علينا احنا يعتبر شغلنا في الكلية كله على الشيرول ومين والكور فالخطوضت اتفضل هو مش الزلزل اصلا بيجي بيبقى في الارض اساسا اه طب وهو ازاي المبنى هو اللي هتحرك والأسات هي اللي مش تحرك مع انه وقصلا الزلزل جاعة عند الأسات نفسها الأسات هي اللي هتتحرك آسف والمبنى مش هتحرك بدأي دوليشان يعني الأسات تتحرك والمبنى مش حاسب الزلزال طيب طيب اطلب انا قلتها العكسة اه طيب 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 لو عايزين نكتب خطوات التصميم بتاعت الشيرول بتاعتنا عاملة احنا هنعتبر بشكل أساسي هنتكلم عن الشيرول وقور وحتى وقور برضو انتو فعا مش هتفدول لا هتفدول عن شاء احنا هنالكو تشير وقل طيب ايه خطوات التصميم اول خطوة بنحسب احمال الرياح الويندلوت بحسب فيها حاجتين حاجة اسمها حمل الرياح الرئيسي البي اي وحاجة اسمها الامي اللي هو المومنت الرياح رقم اثنين السيزمي كلود السيزمي بتحسب فيه حاجة اسمها الاف بيز وحاجة اسمها الامي بيز اللي هي المومنت عند البيز ده وده اللي اتنين احمال جانبية طب بكمل تصميم بمين قال لك بعد خطوة رقم اثنين دي بكارن السيزمي كلود بالويندلوت والكبير فيهم هو اللي بكارن قال لا وليس مفروض يا شواند اخذ مجموعهم الاثنين وصمم لا اصلاحنا بنقول لك ظاهرة طبيعية كده ماينفعش ويندلوت يقصر مع زلزال وماينفعش زلزال يقصر مع ويندلوت يا دا لو اللي انقصروا مع بعض المبنى يقع يبنى خلال سواء كده كده يعني انت المبنى بتاعك اللي هي هيفضل الواقف لا يقع بقى بالمرض فهيبقى ايه ما تصمم على الويندلوت يتصمم على السيزمك لوت لان مستحيل او نادرا قوي لما الويند والسيزمك يحصلوا مع بعض ده السيزمك اصلا عندها في مصر ما بيحصل والويندلوت في طنطة وفي المدن اللي هي فيها مباني عالية هتلاقي الويندلوت ما بيقصرش قوي فهنا يعتبر عندنا الطنطة اللي بيأثر اكتر السيزمك لوت وده اللي احنا بنصمم بي فهنا هنعمل ايه في الامتحان لو جالي مسألة في الامتحان مسألة عادية مش مسألة mcq يبقى احسب الويندلوت واحسب السيزمك لوت وقرن ببعض وكمل بك كبير امان لو جالي في الامتحان mcq هيحدد لك هو عايز خطوة رقم 3 بنحسب حاجة اسمها center of mass الخطوة الرابعة بنحسب حاجة اسمها center of rigidity الخطوة رقم 5 انا خلاص عرفت ان السيزمك لوت ولا يكسر ببدأ اوزع الحملة بتاعه مثلا ال f base على الحوايط اللي موجودة عندي في المبنى عندي خمس حوايط ستة حوايط ببدأ اوزع ال f base عليه ووزع ازاي هنعرف ال section الجاي الخطوة الرقم 6 بعد ما ادد لكل share والحق اهم الزلزال قدي بحسب the training action اللي عليها والstraining action دي moment and share normal 3 training action الخطوة السبعة جبت the training action هنصمم the whole والخطوة التامنة بنرسم reinforcement details بتاعت the whole وفي خطوة زيادة كده انت خلاص صممت في موضوع زيادة هناخده في عام حاجة اسمها disgain of coupling beam coupling beam دي camera بتوربوت اتنين شيرول ببعض او اتنين كور ببعض هنفهم يعني اي اما نجي نصممها ونصممها ازاي وتفاصيل تسلاح عاملة ازاي فده يعتبر الخطوات اللي هنمش عليها عشان نصمم اي مسألة في الامتحان او اي مسألة بره عموما احنا النهارده هنعمل ايه احنا النهارده هنشتغل اول خطوطين بس حساب wind load وحساب seismic load يعني هنحساب wind وهنحساب seismic وفي اخر سليد خالص هنقرر ما بينهم وهناخد الاكبر واقول لك من السيكشون الجاي همش بقيت الخطوات فتعالك باشواندس نشوف المسألة المعانا وازاي نحسب لها wind load والseismic load كحملة total المرة الجاي هنوزع الحوايط فتعالك باشواندس المسألة المسألة المعانا مديك مثال وبلان البلان ده زي ما انت شايف عبارة عن اعمدة وعبارة عن 24 وفي قلب البلان ده فتحة ابعادها 4 متر في 5 متر ابعاد المبنى كبلان ركز في الكلام ده عشان نحتاجه بعد كده 24 متر في كامل التول او في 17 متر اللي هما 6 وستة وكما ومديني شوية معطيات بيقول الساكل في رقم واحد ده بيبين لمبنى سكن يعني مبنى سكن المبنى المبنى موجود في طنطا ومعمول على تربة التربة دي طيب بي طيب دي طيب دي يعني استفك ليه هو بيقول لك طيب ايه في الامتحان طيب كزا ايه او بي او سي او دي زي ما اركم شوية وبعد كده بتديك شوية معلومات على المبنى بيقول المبنى ده بتكون من دور ارضي وتمن تدور علوية والابرج ديد لود انكلود انجل 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 يعني ديد لود مدولك من ضمن الان و اللايب لود بتسعة وبتنين اللايب لود بتنين والديد لود انكلود انجل 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 و ومديل الف سي يوب خمسة وعشرين والستيل جريد رممائة ومديني الهيط افجراوند فلور ارتفاع الدور الارضي باربعة متر ارتفاع الدور التيبيكل بتلاتة متر وهم تمانية تيبيكل الفوينديش الليبل يعني سطح الاساسات على بعد سالب اثنين متر وبتتكون الاساسات من ايه من بي سي رافت سيكنس يعني خرصانة عادية او فرشة خرصانة عادية تحت الرافت تحت الاساسات بسمك اثنين من عشرة وخرصانة مسلحة اللي يعلبش بسمك متر واي شير وول من دول العرض الصغير بتاعها بتاتة من عشرة وجميع الاعمدة اللي موجودة قدامك ابعادها نص في نص دي شوية معطلات او من دهال طب المطلوب اي المطلوب انك اول حاجة تجيب total design base for seismic and wind dilute وانا هنعمله النهاردة بعد كده جيب المومنت over turning هنجيب ه النهاردة وبعد كده يحسب training action on wall wall واحد اللي هي دي وبعد كده عمل لها design فحنا النهاردة هنغطي النقطة رقم واحد ونقطة رقم اثنين اللي هي حساب الاحمال وحساب المومنت قبل ما اروح للمثال وابدأ اطبق في wind dilute تعال يا باش مهند اسم lingeven اللي هو من الدهنة دي نستنتج شكل elevation لل plan اللي قد نه يعني هو رسم plan وهنا واصف elevation عمل اززاي فتعال نرسم لو اعتبرنا انه سطح الارض ده من منصوب الصفر فالراجل قيل لي ان الدور الارضي ارتفاعه كم اربعة متر فتطلع كده من منصوب الصفر ويبقى ده الدور الارضي اللي ارتفاع اربعة متر وبعد كده قيل لي فيه تمانية typical floor كل typical floor فيهم بكام ارتفاعه ثلاثة فيبقى هتطلع كده typical floor كلهم هم تمانية الواحد ارتفاعه ثلاثة يبقى تمانية في ثلاثة يديك 24 متر طب بعد كده قال لك ده اخر سق يعني ده السطح دايما في الرياح اما بنيجي نفس احمال الرياح بنفرض ان السطح بتاعنا على صور طب الصور ده ارتفاعك من اللي بنفرضه ده فرض من عندها مش مجدوب في المسألة بنفرض صور فوق اللي بترسم قدامك حالا الصور ده ارتفاعه كام ده صور بنفرض احمال الرياح بس وارتفاعه بحدود من متر المتر عشرين هنفرضه بالامتحق اللو ما جابه ناس بمتر يبقى ده صور بفرض احمال الرياح بس ارتفاعه كام ارتفاعه متر كده استنتجتلك شكل المبنى فوق سطح الارض من هو اين طب تحت سطح الارض الراجل واصف المبنى برضه بيقولك ان الفوينديشن لبل على منسوب سليب اتنين يعني ننزل اتنين متر لتحت هتلاقي منسوب التأسيس او ده منسوب التأسيس بتاعك عشان تطلع من منسوب التأسيس ده تطلع لفوق تاني هتمر بحاجتين هده خرصانة عادية بسمك اثنين من عشرة اللي هي دي خرصانة عادية بسمك اثنين من عشرة وهتمر كمان بخرصانة مسلحة ثم كام متر اللي هي هترسم قدامك طب انا كده طلعت اقدي انا كنت نازل اثنين متر هو الليل وقال لطلع اثنين من عشرة هو ثلع متر ابقى كام ابقى ثمانية من عشرة دول بنعمله بقى بنعمله مردم بنردم فالثمانية من عشرة البقائين دول بتقع الرد يبقى مصمان هذا هو شكل الاليفيجن الذي وصفه هنا سترسمه في الامتحان حتى لا تطلق بطر مثل انا استنتجت بالظبط هذا شكل الاليفيجن بتاع الماب هل لديه اي سؤال في هذا لا هل تقول لها ماذا تقول لها ماذا تقول لها لا 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 انا استنتجت الاليفيجن خلاص تعال نبدأ في المسألة التي معنا نحسب أحمال الرياح التي هي الويندلود ركز معاك قال لك مبدأي يا شواندس لكي نحسب الويندلود فعلا الويندلود يتحسب بقانون القانون يقول لك ان البي بتساوي سي اي في الكي في كيو القانون انتخذته في استير انتخذ القانون بالظبط حمل الرياح بتاع المنشأ بيبقى سي اي في الكي في كيو لو جبت الثلاث معاملات دول هحسب لك البي هو ايه تعريف البي حمل الرياح لكل متر في متر من الوجهة لان حمل الرياح بيأثر على الوجهة بتاعت المنشأ فكل متر عليه حمل اسمه البي اي طب تعال نحسب معامل معامل في النسبة لل سي اي ده معامل بيعتمد على اتجاه الرياح يعني ايه يعني لو ده المنشأ بتاعك والرياح جاية من الشمال اليمي جاية كده فتلاقي ان السطح ده بيتأثر برياح ضغط لغ قيمة لل سي اي كل سطح من دول لغ قيمة لل سي اي شباب السوط واضح تمام ما تخافش تمام اي 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 مع صوتي. مع صوتي مش عارف من قطة هنا ليه. كل سطح من دول له قيمة للسي اي. اول سطح اللي هو بكمبريشن كنا بنقول لك في ستيل السي اي بتاعته بتمانية من عشر. السطح الساكشن ده كان السي اي بتاعته بنصف. والسطح الافقي كان بيبقى ساكشن والسي اي بتاعته بتمانية من عشر. انا مليش دعو بالافقي. لان ده بيشد الفوق. انا عايز الحمل اللي بيعمل ويندلوت اللي بيعمل حمل جانبي. فالسي اي اللي بتاعته من حمل جانبي بكامل. اللي بتاعته على المنشأ كله كامل. ده المنشأ بالكامل بقى. بيأثر عليه في اتجاه سي اي بتمانية من عشر كمبريشن وفي اتجاه تاني السي اي بنصف. يبقى التوتال سي اي اللي على المنشأ بكامل. قالك على اي منشأ التوتال سي اي بتمانية من عشر زائد نصف. اللي هي بواحد وزائد من عشر. والرقم ضحف. دايما. دايما على اي منشأ. هتلاقي ان السي اي بتساوي واحد وزائد من عشر. احنا نشستيل. معدناش ايه? سطح مائي اللي معدناش الكلام ده. السطح المائي كان بيتحسب بمنحنة وبتاعملناش دعف ده. احنا عالي خالص ما بنعاد. فالسي اي بتاعته بتمانية من عشر زائد نصف. واحد ثلاثة. وكده حسبتلك اول سي اي. فانت باللي متحمس تاتم ترسيب الرسمة دي. انت عارف ان السي ايه بكام? واحد وثلاثة. ايبا شكرا. واحد وثلاثة. جات من اين? مجموعة سوكشن وكمبرس. طب الحاجة التانية. اللي هي الكي. الكي ده معامل بيعتمد على ارتفاع المبنى. وبنسميه معامل التعرض. كل ما المبنى ارتفاعه يختلف كل ما الكي ده اختلف. وكل ما المبنى كان في منطقة معيلة كل ما الكي ده اختلف. فهو بيعتمد على ارتفاع المبنى وبيعتمد على مكان المبنى. لو المبنى بتاعي في تنتر. وارتفاع المبنى ده اقل من تلاسين متر. فانقولك يا مهندس أن تكيب بواحد. لو المبنى في تنطف وارتفاع المبنى في الاليفيجن من سطح الأرض أقل من 30 متر فيبقى تكيب بتاعتنا بواحد. لو مبنى مش في تنطف أو لو الارتفاع أصبر من 30 متر بحث بكيب كيف يتحسب من جدول في الكود؟ كيف هو الجدول؟ مقسم المناطق لألف وبيه وجيه؟ أعلم؟ المدن المفتوحة للمدن الجديدة. بيه؟ المدن اللي هي زي طانطة وكب. جيم المدن الكبيرة زي القاهرة أو كده. إحنا دايما مين به؟ هو إيه لك؟ ألف وإيه وجيم دول مين في الكود؟ إحنا دايما في طانطة به. فإحنا نبص على الخنة دي. يقول لك بقى معامل التعرض كيب. لو ارتفاع المبنى من 0 إلى 10 أو من 10 إلى 20 أو من 20 إلى 30، فالكيب بتاعتك في زوم بي زوم به؟ واحد. أول ما المبنى يكون ارتفاعه أكبر من 30 لحد 50 تأخذ الكيب كام؟ واحد وخمسة من مين. لو المبنى ارتفاعه من 50 إلى 80 تأخذ الكيب واحد وثلاثة. لو المبنى ارتفاعه من 80 إلى متر 20 تأخذ الكيب واحد ونصف. فالكيب تأخذ الكيب من جدول حسب ارتفاع المبنى وحسب مكان المبنى. فإحنا لو طانطة والمبنى بتاعنا ارتفاعه مثلا من 50 إلى 80 تأخذ الكيب واحد وثلاثة من عشر. لكن لا نحسبها هذا. نحسبها كيف؟ نقول أن أول 30 متر كيب واحد. فهنحسب لها بي إي لوحدها. من 30 إلى 50 كيب كان واحد وخمسة من مين. فنحسب لها بي إي لوحدها. يبقى المبنى بتاعنا لو ارتفاعه أكبر من 30 متر، سأجد ان ليه كمتين للبي إي لأنه سيبقى ليه كمتين للكيب. من ارتفاع صفر إلى حتى 30 متر كيب واحد. كل ما استهانت كل ما الارتفاعه عن 30. سأخذ بي إي جديدة. هل أحد لا تفهم هذا يا جماعة؟ نحن في مبنى فتاعنا كان الارتفاع 29 متر الذي هو الدور الأرضي بأربعة والدور المتكرر 8 دوار في ارتفاع 3 متر فلو الدورات 3 في 8 بأربعة وعشرين واربعة متر يبقى 28 متر والمتر بتاع السوري اللي فوق 29 متر فنحن في مبنى فتاعنا كان فتنطة كما قررت لك في المعطيات وارتفاع 29 متر يبقى تكيب كام؟ بواحد وشكر المعامل اللي بعد حاجة تسمع الكيو ايه الكيو دي؟ قال لك الكيو تقوة ضغط الرياح او ضغط الرياح الخارجي القوة اللي تتغبيه الكيو دي بكام؟ ليه قانون؟ نص في عشر وسلم ثلاثة في رو في سي تي في سي اس في في تربية ايه الرو؟ قال لك الرو هي كثابة الهوة وكثابة الهوة ثابتة واحد وربع كيلو جراما عن متر المكعب طب السي تي والسي اس قال لك السي تي والسي اس معامل استواء الارض معامل بيعتمد على الارض ودايما بواحد طب البي قال لك البي هي سرعة الرياح وبيعتمد على المنطقة التي انت فيها هتلاقي ان فيه جدول كده في الكود اللي هو الجدول اللي قدامك ده بيقول لك المكان فين ومديك سرعة الرياح بكام هتلاقي طنطة في اخر الجدول تحت سرعة الرياح بكام؟ بثلاثين وعمرها ما هتتغير لان الجدول اللي سابت في الكوب طب اما الفي بتاعتي في طنطة مش متغيرة والسي تي والسي اس سابتة بواحد والرو دايما بواحد وربع فنقولك ان كيوب بتاع الطنطة دايما ستة وخمسين من مية كيلو نيوتن عن متر مربع والرقم ده سابت يا شباب في طنطة يعني حافظينه الرقم ده لو خدت بالك بقى فالسي اي دايما بواحد وقالتها من عشر ولو المبنى في طنطة وارتفاعه اقل من تلاتين متر هتتبقى كيب واحد وطالما هو في طنطة فالكيوب بتاعته كان ستة وخمسين من مية لو ضربت الطنطة ارقم دول في بعض هيتدوك البي اي بتاعت مبنى في طنطة ارتفاعه اقل من تلاتين متر فالكام بقى البي اي دي في المثال قالك البي اي بواحد وقتة من عشرة في واحد في ستة وخمسين من مية حتى من قبل الرقم ما يظهر انا حافظ بوينت السابعة اتنين تماني لانه هو رقم مشهور بتاع رياح بتاع الطنطة البي اي قوة الرياح بتاع الطنطة بكام او الاجهاد بقى الرياح بتاع الطنطة اللي هو على المتر المربع في بوينت السابعة اتنين تماني ما فيش مباني في طنطة معاليات تلاتين متر اي باش ماندس اي بوينت السابعة اتنين تماني لو اكبر من تلاتين هيبقى اول تلاتين متر عليهم بوينت سابعة اتنين تماني بعد التلاتين متر الاولانيين هرون اجيب اسكيب بتاعتي وعوص المعادلة تاني بكت جديد اجيب الارتفاع بتاع المبنى اللي هو الباقي بي اي جديد هيبقى كل حتة من المبنى لها بي اي تمام كده؟ كان حسابت البيئي بتاعتي تلعب ببوينت سبعة اتنين ثمانية اعمل ايه بقى بالبيئي دي تلحمل اللي على متر في متر من الوجه يعني لو ارتدت لك المبنى كسري دي ده المبنى بتاعنا اه وحطت لك المحاور بتاعتك ده المبنى ويسة الارض بتاعته ايه وابعاد المبنى بتاعنا ارتدت لك ابعاده كام سبعتاشر متر في اربعة وعشرين متر وارتفاعه سميتر وفردت ان دي المحاور بتاعتك اكس وي وز ده المبنى اه وابعاده سبعتاشر واربعة وعشرين في البلان وارتفاعه سميتر فقوة الرياح اللاجب بتاعتك دي بتأثر على الوجه اللي هو ارتفاع المبنى من وش الارض لحد اخر دور بالدروة بالدروة كمان اللي هي بالصور اللي فوق لها المتر فانا عندي كام واجهة للمبنى عندي واجهتين واجهة 24 في اتر وواجهة 17 في اتر فلو سميتلك الوجهة دي مساحة اي واحد فالمساحة اللي اسمها اي واحد بيأثر عليها اجهاد قبل ما اجيبلك الساملة بيأثر عليها اجهاد لكل متر في متر فوينت سبعة اتنين تمانية طب يبقى التوتال ويندلوت كحمل المركب اللي بيأثر على المساحة اي واحد بكامل قالك فوينت سبعة اتنين تمانية في الاي واحد كده انت جبت الحمل المركب طب بيأثر فين بيأثر في السنتر لاين الوجهة بالضبط اوه في السنتر بالضبط وبيزوق المبنى كده طب الحمل ده موازل محور واي ولا موازل محور اكس ده موازل محور وات فبنسميه الاف ويندوات طب الناحية التانية الوجهة التانية فممكن الرياح تزوق كده او تزوق من الناحية التانية فالوجهة التانية مسحتها اسمها اتنين بيأثر عليها برضو لكل متر في متر حمل قيمتو بوينت سبعة اتنين تمانية طب عايزة اركزوك حمل مراكبة هدرب بوينت سبعة اتنين تمانية في المساحة دي ليه سبعتاشر في اتش هقولك الاتش يجيب كم دلوقت ويجيب حمل بيأثر في السنتر بالضبط بتاع الوجهة وقيمتو اسمه اف في دابيو اكس اف ويند اكس اشمعنا اكس لانه موازل محور اكس يبقى اخود بالك ان الحمل اللي اجبته ده حمل متر في متر انا عايزة حوله بقى الحمل مراكبة فتعالا كده نحاول الحمل مراكز فاتفقنا الاف في دابيو واي بتساوي 24 في اتش وعلى فكرة انا كادب الاربعة واشرين والسبعتاشر بالضبط فعلا يعني رسمت محور اكس و واي في البلان ولقيت ان الموازل المحور واي السبعتاشر والموازل المحور اكس هو الاربعة وعشري فكده بتقوم صحي يعني فتعالا كده اشواندس نحسب بقى الاف في دابيو واي والاف في دابيو اكس تعال نحسبه لو ده المنشأ بتاعنا وصغرت لك الرسمة شوية فبنقول لك إيه إنك عشان تحسب الأحمال بتاعت الرياح في الـ X direction للـ FWX فالـ FWX بتساوي إيه الـ B مضروعة في المساحة دي اللي هي اتنين فإيه بقى الـ FWX بـ E في الـ 2 طب الـ 2 دي بكام 17 في H فالـ 2 17 في الـ H اللي أنا مش عارفه طب إيه يا الـ H هو ارتفاع المبنى من وش الأرض لحد آخر الدروة خال كان ده الشكل بتاع الإليفيشن بتاعك هو هذا الإليفيشن اللي نستنجيه من شوية ارتفاع المبنى من وش الأرض لحد آخر الدروة كان 4 زائد 24 زائد متر هذا اللي بنسميه H بكام بقى الـ H تطلع بـ 28 متر أو بـ 29 متر تطلع عن الـ H بتاعتك بـ 29 متر فأتعوض هنا في القانون بـ 29 جبت مساحة الوجه 17 في 29 فبين 7 و 2 و 8 بجيب مين FWX تروح تعوض يطلع معك ده بـ 358 و 29 من عشر طب بعد ما بجيب الدابيو ده ايه بجيب حاجة اسمها العزم ايه العزم ده مش الحمل ده بيأثر هنا كده في نص الوجهة بيعمل عزم على وش الأساسات قيمته الـ FWX مضروبة في المسافة من الحمل ده لحد وش الأساسات فلازم ساعتك بعد ما بتجيب القوة بتحسب العزم فبحسب العزم عند مين؟ خد بالك مش على وش الأرض بحسب العزم عند سطح الأساس فلو دي الـ FW فأنا عايز أحسب بعدها عن الأساسات قد ايه البعد ده اللي بنسميه دلتا وين طب الدلتا وين دي بكام هي مكتوبة عندك قرقم ايه بس أنا عايز أقول لك جاف من ايه هي مش الـ F وين تركزها بالضبط في نص الارتفاع اللي هو الـ 29 ما اللي سيقلك نها في السنطر يعني في نص الـ X يبقى 29 على الاتنين يديك كم يديك كم سطحين على الاتنين 14.5 يبقى المسافة من الـ F وين لحد وش الأرض 14.5 لأنا عايز أجيبها لحد وش الأساب يبقى 14.5 زائد 8 من عشر فيديك الدلتا وين دي بكام بـ 15.3 من عشر كل اللي عملته ركزت القوة وحسبت بعدها عن وش الأساب تلعب 15.3 عايز تجيب العزمة لو دي FWX وعايزة تعمل عزمة على وش الأساب تعرف تقول لي العزمة ده هيدور حوالين محور Y ولا محور X ده استجاب كده حوالين محور Y طبعا فقالك يبقى الحبل في اتجاه X أما هيعمل عزم هيعمل عزم بيدور حوالين محور Y فيبقى المومنت اللي في اتجاه X أما بحب أما بدرس حبل الرياح في اتجاه X بحسب FWX وبحسب مومنت في اتجاه Y بيساوي بقى المومنت في اتجاه Y ده FWX في الدلتا وين وخد بالك يا شواندس إن القوة في اتجاه X بتدي عزمة حوالين محور Y والعكس صحية يعني القوة في اتجاه Y ده هتلاقي بتعمل عزم حوالين محور X طب تعا انا عاود بقى في القانون اللي فوق FWX بتلتمية خمسة وتمانين وتسعة مضروبة في الدلتا وين اللي هي خمسة وتلاتة يطلع القوة دي بكام كمس تلاف ربعمية واحد وتسعين وتنين من عشرة كيلون يوتر متر هعمل نفس الكلام بس هدرس في اتجاه Y ده يعني المراضي هحسب الFWY الFWY بقى بتساوي ايه الBE مضروبة في المساحة دي اللي هي اسمها ايه واحد طب الايه واحد بكام سبحان الله بربعة وعشرين في نفس اللي ارتفاعت اهو يا ري فوقت سبعة اتنين تمانين فاربعة وعشرين في الارتفاعت اللي اسمه ايه اللي هو ببتسعة وعشرين وبعدين تعاود بداخل الحزبة يطلع معاك الكلام ده بخمسمية وستة وسبعة من عشرة كيلون يوتر بعد عبيب القوة بجيب عزم طب القوة في اتجاه Y كان اسمها FWY يبقى العزم اسمه ايه MWX فبقى MWX بتساوي FWY في الدلتا دبي فالFWY بخمسمية وستة وسبعة من عشرة تضربها في الدلتا ويند اللي هي بخمسة وثلاثة يطلع معاك الرقم ده بسبعة تلاف سبعمية اتنين وخمسين وثلاثة من عصر الأحمال الرياح ultimate اضربها في 1.28 من 100 طب اقولي الكلام ده ليه هتعرف كمان شوائي يبقى العزم المحسوبة دي عشان تحولها الـ ultimate اضربها في كم 1.28 من 100 طب ما تيجي يا شواندس نلخص اللي احنا جبناه هنا في البلان ده ده البلان بتاعنا انا جبت مومنتين لو فرضنا ان ده محور Y وده محور X X هو موازن 24 متر وY موازن السبعة تاسر فانا جبت مومنت بيدور حوالين محور Y كمته 5,000 ربعون 101 واثنين من 10 والمومنت ده ووركين وجبت ممكن يكون بيدور كده او العكس مش فارق يعني يا اما كده يا اما كده عاجل طب والم ده بيو X اللي هو المومنت حوالين محور X ده بيساوي 7,000 752.3 من عشرة ده total moment الناتج من حمل الرياح سواء في اتجاه X او في اتجاه Y والاحمال ده هي او العزوم ده هي محسوبة ووركينج عشان نحولها الالتمت بنضرب 1 و 28 من مية هل هي احتاج نحولها الالتمت؟ اه لو هي اللي كسبت لازم تحولها الالتمت حشان تكمل تصميم حد عنده اي مشكلة في احمال الرياح؟ اتجاه العزمة باش مهندس بش فارق يا كده يا كده يعني ممكن الحمل يروح من هنا او من نهاية تاني على القوة والقوة المفروض ان تبقى هي عمودي على الوجهة في اتجاه الرياح ايه ماينفعش مثلا تبقى ال FY مع كوسة تبقى من برا الجو يعني دايما ضغط ايه وقت اخلي بالك المبنى الوجهة دي تيه وجهة ناحية التانية زيها يعني ممكن الرياح تجي كده او تؤثر على وجهة التانية من ناحية التانية تبقى انت جاي المهم انت ممكن حسب وجهة المبنى فين؟ اه حسب وجهة المبنى فين اه تمام تبقى اندسة الكلام دي حتى لو المبنى جنبه جار؟ لا لو جنبه جار فالمفروض ان احمل الرياح ما بتنصرش عليه خالص في حت الوجهة بس الوجهة لناحية الهوة بس تبقى انا عايزو سأل سؤال تبقى انا دراية تلعدي جار هحسب بردك ال C E بواحد وتاتة من عشرة؟ لو جنبه جار لا هيبسيه بنص بس او بتمانية من عشرة على حسب الرياح جاي من ايه هناخد ابق تمانية من عشرة بس طبا ممكن ما يكونش يعني اتجار ده يتهد ويطلعه ثاني فهيقامل مشكلة اتجار ده حلاب بقى يعني اه ممكن اتجار يتهد وانت بتاخد معامل امان اكتر انك تاخد ال C بواحد وتاتة من عشرة ده نفسك معاملات امان انت صاحب القرار انت الديزاينر يعني انت لو عارف ان اتجار ده مش هيتهد او مثلا في يوم الايام هيتهد مثلا خلاص يبقى ال C بواحد وتاتة انها لو انت مثلا انتجار لجنبك ده هيقعد خمسين سنة عما يهد وانت لسه هتبني وانت كمان هتهد بعد خمسين سنة فخلاص بتاخده وانت ده حاجات انت اللي بتقدرها انا بقول لك حالة عامة مبنى مفيش جنبه اي جراه وانا برا ما بصمم بصمم على عامة مبنى لكنهم مجمبوش جراه لان اصلا الويندو بيقصرش معاي السيد مكوه اللي هيقصر اما التجاه الرياح بمعنى التجاه الرياح بمعنى يعني هو الرياح تبقى جاء من الجنبين نفس الاتجاه مش الاتجاه ببقى الرياح لها اتجاه ولا بتجي من الجنبين نفس الدنيا لا بقى لها يا يمين يا شمال يا كده يا كده انت تتكلم عندنا جنب جار ولا بتجي من الجنب جار انا بتكلم يعني ايه في واحد وايتنا بتيجي الاتجاه جاية من الجهتين مش اكيدة في واحدة بتبقى اقوى من التانية او اي حاجة على حاس بتجاه الرياح او كده لا مش فانتوا قال يعني الرياح بتيجي الرياح بتيجي من الاربع اتجاه لو هو مسلا تمام من ايه واحد وايتنا لو هي على الجهتين دول تمام رياح تتترم مثلا تبقى جاية مثلا مش بيبقى لها اتجاه الرياح ماشي لا اتجاه ماشي ما المسكلة تمام مثلا هتبقى جاية من جهت ايه واحد فهتبقى اقوى من الا found اه واحد عن اثنين او لا 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 احنا نعتبر ان الرياح جاية في الاتجاهين بنفسهم كوي تمام ذهب عن ده كريتجل ان هابدنا الرياح جاية هنا قوية وفي نفس اللي عمدنا الاواية قوي طيب ما بنعليه مومنتين. تمام كده? حد يا شاب عنده اي مشكلة في الرياح? وانت شرحت حاجة غير المسالات دي عن تسا? لا لسا لسا كنت بس سيدي. تعال نكمل بقى كي انا حسبت نتيجة الرياح. طيب لو عايزين نحسب بقى نتيجة الزلازل. ده بقى وضوع بقى تبير. الرياح ده سهل. ده شوية القوانين بتعاوض فيهم. تعال نشوف كده السيزمك او الحملة بتاع الزلزال بيتحسب ازاي. وركز معاه بالله عليه. الخطوة رقم اثنين حساب السيزمك له. الزلزال اساسا تعريفه ايه? هو هذا بتحصل في القشرة الارضية. يعني بيحصل في الارض. والأسف الزلزال بيأثر على المنشأ بحمل ديناميكي. ده ينعمة له. فأدق طريقة لحساب الزلزال بره. حاجة اسمها الطايم هستوري. اللي هي الطريقة الديناميكية. دي هي أدق طريقة. طب هل الكود هتطلقى شروط اه. اسم الطريقة انت سمع لاشي؟ طايم هستوري. هتلاقي من الكود حضر للطريقة دي شروط. ولكن للأسف لا ندرسه في الكلية. ونحن ندرس ايه طريقة. يقول لك ان لو الحمل بتاعك. لو ده المبنى. والحمل بتاع الزلزال الحمل ديناميك. يعني حمل متردد. يعني مرة يقصر على المبنى مرة يسيبه. يقصر عليه ثاني ويسيبه. الزلزال اللي بيحصل كده. ما هوش بقوة سبتة دايما. ما هوش استاتيك. فقال لك احنا بنمثل بقى الزلزال. فقال ما هو حمل ديناميكي. بنحط مكانه قوة استاتيكية مجبه. وحتى الكود معرف الطريقة دي اسمها ايه؟ استاتيك او اكوبلانت استاتيك لود. طريقة الاستاتيك المجبه. المجبه المين للحمل الديناميكي بتاع الزلزال؟ المجبه المين للحمل الديناميكي المكافئ ده. بنقول بقى احنا كفتوها خرصانة. هو ممكن يخلي المبنى يتهزي يمين. فالمبنى يعمل كده. يا اما الحمل الاستاتيكي اللي احنا حطناها ده الاستاتيك. يخلي المبنى يتهزش مات. فالمبنى يروح كده. فالف بيز بندرسها في الاتجاهين. كده وكده. والناحية الثانية عمودة على المبنى. لجوة الشاشة والبرة الشاشة. وهو الحمل الاستاتيكي. الاستاتيك لود. فالكود يسمي الطريقة ده ايه؟ اكويبلانت استاتيك لود. بيحول الحمل الديناميكي. اللي الزلزال بيأثر به. لحمل استاتيكي مكافر. طب بيعملها ازاي دي؟ قال لك بص كده ركز معي. انا احكي لك الحكام الاول خالق. احنا كنا في كود قبل 2008. قبل 2008. الكود اللي قبله. كان بيحسب الزلزال بطريقة اسمها اكويبلانت استاتيك لود. وكنا بنسميها طريقة زيكاس. ليس ما زيكاس؟ لان المعادلة بتاعت الابتميز. كانت بتبقى زد في اي في سي في كي في دابيو في اس. فليس ما زيكاس. تاكتصارا يعني. بعد 2008. الكود حط معادلة تانية. يحول بيها الحمل الديناميكي الحمل استاتيكي. وسمى المعادلة التانية دي بنفس اسم المعادلة القديمة. اكويبلانت استاتيك لود. بس ادها اسم دلع بقى. اسمها الريسبونسس بيكتر. كابها منين بقى الكود المصري الشايلة؟ كابها من الكود الاوروبي اللي كان محطوط من 1998. نفس المعادلة. يعني الناس اللي بتعرف تستغل اي تاب. هتعرف ان انت الفي بيز مش لازم تحسبها اصلا. لانها نفس بتاع الكود الاوروبي بالظبط. طب الفي بيز دي بكام بقى؟ او الكود الاوروبي استنتجها ازاي؟ قال لك بص. الفي بيز كمعادلة هي المعادلة دي. الفي بيز بتساوي عجلة الزلزال في وزن المنشأ على عجلة الجاذبية. فحاجة اسمها الله. طب احنا عايزين نحسب الفي بي. فمحتاجة نحسب كل حاجة من دول. طب اول حاجة عايزين نحسبها الاسي دي تي. ليه عجلة الزلزال نتيجة تايم بريود بتاع المبنى. التى واحد دي تايم بريود بتاع المبنى. الزمن الدوري بتاع المبنى. الزمن الدوري يعني ايه؟ الزمن اللي بياخدها المبنى عشان يروح لمسافة معينة ويرجع تاني. زمن الدورة. طب يا شمعاندس نحسب الاسي دي ازاي؟ تعال بقى نشوف فكر الكود المصري عمل ايه؟ او الكود الاوروب بقى بمعنى صح. قال لك يا دايما اي زلزال بيقصر. فعرف ارسم له منحنة. ما بين عجل الزلزال. وما بين التايم بريود بتاع المبنى. ليه التى واحد. فعرف ارسم منحنة المنحنة بياخد شكل الساين. الساين واذ. اللي هي الموجة بتاع الساين. فنتيجة ان اوروبا والبلد اللي بره بيحصلها زلزل كتير. فبيعرفوا يرسموا المنحنات دي. كل ما زلزال يحصل يجيبوا منحنة. يجيبوا جهاز كده. بيرسم المنحنة اللي ما بين عجل الزلزال. والتايم بريود بتاع المبنى المعين. او مبنى معين. فطلع ان اول زلزال. الكيرف بتاعه عامل كده. الزلزال اللي بعده. الكيرف بتاعه بقى عامل كده. الزلزال اللي بعده. الكيرف بتاعه بالازرق. اللي بعده الكرب بتاعب الأحمر وهكذا ميت زلزال وده اللي يخلي ان الكود المصري ما كانت عارف يشتغل بالطريقة في الأول لان احنا اللي حصل عندنا زلزالين فازاي بقى هنجيب ميت زلزال نجيب منه المنحنة؟ ما انا عرفت فانا اخذنا بتاع الكود الأوروبي حتى نفس المنحنة وعمل بقى الكود الأوروبي قال لك بص انا هرسم منحنة يمر بأقصى قيم للزلزال اللي بتتكرر دي ولقى انه انسب منحنة هو المنحنة ده في كم كسرة؟ واحد اتنين تلات وفي الآخر نهاية المنحنة وتسمى المنحنة ده منحنة طيف التجاو او الريزبونسس بكترام كيرو ايه بقى المنحنة ده؟ المنحنة اللي ناتج من وجود اكتر من زلزال رسمت لهم علاقة ما بين عجلة الزلزال وما بين التايم بيريوب بتاع المبنى ده سمنا اكبر منحنة بيمر بالبيكس باكبر قيم طب هنعمل احنا ايه؟ قال لك بقى الكود الأوروبي مقسم المنحنة ده لاربع مناطق اول قيمة هنا اسمها تي بي القيمة الثانية اسمها تي سي القيمة الثالثة اسمها تي دي والقيمة الأخيرة اسمها أربع ثواني أربع ثواني لانت تايم بيريوب طب لو المبنى بتاعنا التايم بيريوب بتاعه أكبر من أربع ثانية لا يبقى كل سنة انت تايم تحتيب له زلازل لازم تروح تزود العناصر اللي بتقاوم الزلزال عشان التايم بيريوب بتاعك يقل لان التايم بيريوب بتاعك بيقل مع العناصر اللي انت بتحطها لما انتك يعني الزلزاء الحمل المبنى هيروح ويرجع في زمن أقل لو العناصر بتاعتك بتقاوم زلازل كبيرة او بتقاوم الزلز الجام طب ايه بقى التي بي والتي سي والتي دي والأربع ثانية دول دول البيكس اللي هو اسم بيوم المنحنة اللي رسم اللي هو منحنة تفل التجاوب ده طب احنا عايزين نجيب الاسي دي تي بكل ببساطة جيب له بتاع المبنى هخش تغبط في المنحنة اجيب لك الاسي دي تي فالكود يقول لك لا لا تغبط في المنحنة ولا بتاعه انت تجيب لتي واحد وتقول لي هل التي واحد وقع في الفترة من صفر للتي بي هتديك معادلة للمنحنة ده لو التي واحد بتاع المبنى وبقع ما بين تي بي و تي سي هتديك معادلة للمنحنة ده تعاوض فيها جيب الاسي دي لو التي واحد ما بين التي سي والتي دي يعني هنا المفروض اطلع عقبط في المنحنة اجيب الاسي دي يقول لك لا هتديك معادلة للمنحنة اللي هو بين التي سي والتي دي ولو التي واحد ما بين التي دي والا 4 ثانية فيديك معادلة للمنحنة يبقى انت حتى تجيب الاسي دي محتاج ايه؟ محتاج تجيب تي واحد بتاع المبنى ومحتاج تحدد انت فقاني حتة من هن وبعد كده تخش على المعادلات اللي هي موجودة في الكود تجيب الاسي دي تي فالف بيز عشان تحسبها لها شوية خطوات كسيستماتيك اللي هي نفس اللي هي اللي هي ده بس سألك خطوات اصدقاء اول حاجة فاحسب التي بي والتي سي والتي دي وحاجة اسمها اس الجدول اللي بيحسب تي بي وتي سي وتي دي بيحسب بالمرة حاجة اسمها اس معاق بالاسم اس الخطوة الثانية انا اريد حسب بقى تي واحد فعشان تحسب تي واحد بتحسب حاجة اسمها الاتش ارتفاع المبنى من وش الأساسات لحد سقف آخر دور لحد بلاطة آخر دور يبقى الـ H ارتفاع المبنى من وش الأساسات حتى سقف الدور الأخير الخطوة التالتة حسب الـ H احسب يلا T1 بمعادلة هنعرفها كمان شوية حسب الـ T1 حدد أن تنبقى نهي مرحلة وجب لنا الـ S-D-T حسب الـ S-D-T احسب الوزن منصف الـ W حسب الـ W احسب الـ F-B و هذه اللامضة لا يجب أن تحسبها بسرعة لا يجب أن تعملها في الخطوات حسب الـ F-B حسب الـ F-B احسب العزم الناتج من الـ F-B العزم في اتجاه X والعزم في اتجاه واضح الطريقة الـ R-Response وحشتها أنها تحسب F-B في اتجاه X قد في اتجاه واضح يعني تقول أن المنشأ أين كان أبعاده بيتأثر بـ F-B في اتجاه X زي اتجاه واضح والكلام ده ليس منطقي لأن الطبيعي أن المنشأ المفروض يتأثر بـ F-B في اتجاه غير الاتجاه التاني اللي كان بيعمل الحركة دي طريق الزيقص اللي هي كانت قابلة عزيه 8 كان بيتجيب لك F-B في اتجاه X و F-B في اتجاه واضح إنما طريقة الـ Response بتاعت الكود الأوروبي بيجيب لك F-B في الاتجاهين نفس F-B يعني سواء في اتجاه X أو في اتجاه Y هي F-B واحدة طبق في المسألة اللي معنا عن خطوات دي لو خلصنا خطوات دي احنا خلصنا X تعالى أول حاجة نجيب T-B والT-C والT-D والS قبل ما تبقى في ده حد مش فاهم الفكرة بتاعة كود الأوروبي عامل ازاي أو كود المصري ومدام يا بشوهندس بيجيبه الكوة بتاعتز الزيار في تجاه متساوية دي مشكلة في الكود عامل ملاحش حل يعني بتاعتز الزيار في التطريقة دي يعني هو أنا مش بيحسبت أكبر وبيمشي على التنين لا يا ريت عامل كده لا ما بيعونس كده بشوهندس مكود بيعالي بيعالي الجزء ده بالتزاور 30% في التجاهات التهيار إليه عامل الملكه بيزاور 30% كان الـ 30% ده كان موجود في زيكس برضا كم حاجزة تحدي الملكه كان موجود في زيكس يعني ده أنا تجد كذا زلزال يعني. فقال ليست راسم أقلت لك كم منحنة كذا منحنة من حيات كتير. وبعد كده عملنا من هذا المنحنة من كذا زلزال. تمام. طبعا ما عندي اسمه ليش والدكتور لما شرح الحيتة لي في المحاضرة. قال إن هم جابوا كذا مبنى مش كذا زلزال ومبنى. يعني هو زلزال وكذا مبنى باسمها بستفنس مختلفة. ولسموا عن طريقها المنحنة ده. أيضا كنت مجمع قوي الحيتة لي. لا 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 أكثر من زلزال يا عم كذا عمنا إيه. أكثر من زلزال. لأن هذا المنحنة يترسم أصلا لمبنى واحد. هو يضعه جاب في مبنى واحد ويحسبوه المنحنة. فهي أكثر من زلزال لنفس المبنى أو المبنى مختلفة. ليس فارق يعني. ولكن هو أكثر من زلزال وليس زلزال واحد. لكي تختلف الشدة. سلام. طبعا باش مانتس التطولة هي هي كطريقة حلها ولا هما في الشغل هما الاثنين نفس الحاجة. يعني أنا أقول الواحد. هي كومنت تاتيك لوود. أو دلعها رسمونس البيتروم. هي نفس الطريقة. آه يعني هما مش طريقتين نفس. لا 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 نفس الطريقة هي نفس الاسم. يعني طغير رسمين. إيه؟ عندي سؤال بس. هي مش الزلزال كده كده. بيأثر على الكتلة بتاعة المبنى. يعني الكتلة بتاعة المبنى هي بتأثر بكوت الزلزال. مش شكل المبنى. كتلة الدور. خطني. حسنًا كده في الكتلة مثلت في. يعني ايه يعني إck d. undertنين. علشان كده هما فرضوا أنها الكوة في TT. لا. ادعني بالخيط. لو عندي. يعني اقول لك كارتونة مثلا، أبعدها 5 سنطق10 سنط. وحصفتها على الترابيزة وهزيتها كده. هل متوقع ان الكارتوية دي هتحرف في الاتجاهين بنفس الاف بيز؟ بنفس القوة؟ لا. لأن الكارتوية دي نفسها لها استفنس كبيرة في اتجاه واستفنس صغيرة في اتجاه. وهذا ما كان يعمله ذكر. كان يأخذ الحتة اللي فيها استفنس صغيرة يديها اف صغيرة. والعكس. هذا ما كان يعمله ذكر. انما هنا هو مؤحد الاثنين في الاتجاهين. تخليلها حتى اجيب كارتونا وهزها من تحت. هتجد ان هي تهزف الاتجاه للاتجاه الثاني. في الاتجاه كبيرة مش عايز تهز فيه. وبتهزف الاتجاه الثاني كتير شوية. ما الذي يجعل الكود يعدل الطريقة؟ طرام طريقة ذكر؟ الكود يعدل الطريقة ليه؟ لأن الريزبونس بانترام هي طريقة الكود أوروبي وكود أمريكي. الكود أصلا عمالية يعدل زي الكود الأمريكي. حتى الكود الجديد اللي تلع عدل في العمدان زي الكود الأمريكي بالضبط. نحن دائما كده. نحب نبص على حيات اللي برا. الأوروبي أو الأمريكي ونعدل زيهم. أعود للتواجل المودي أنا بلحية. أه، فهنا نعدلنا زيهم بس. والاسم دكاتا في العكوات الخاصة. شاء الله. معلاني. بس يا حبيبي. تعالى بقى نجيب التي بي والتي سي والتي دي والاس. اللي هي أول خطر. اللي هي المعاملات اللي هم أستمع دي. قال لك دايبا شمهاندس بيتحسب من جدول وبيعتمد على حاجته. أول حاجة المنطقة اللي موجود فيها المنشأ. ثاني حاجة نوع الترب. أو تصنيف الترب. فنقول لك إيه؟ نقول لك إن المنشأ بتاعك لو في مدينة ساحلية أو مدينة غير ساحلية. المدينة الساحلية طيب 2. هو الكود مسميها كده. والمدينة غير ساحلية طيب 1. يعني الراجل بيدي قيم التي بي والتي سي والتي دي. على حسب نوع المدينة. وعلى فكرة الكود الأوروبية عمل كده برضه. مدي برضه طيب 1 وطيب 2. بس مع الاختلاف بقى. طب وتصنيف التربة. قال لك كود عندنا بيصنف التربة الخمس تصنيفات. مدي تربة تصنيف رقم A. ودي تربة الرمل أو الصخر أسف. الروك. التربة B هي تربة رمل كثير. التربة C رمل غير متماسك. التربة D اللي هي معنا في المسألة اللي هي الكلي الطين. التربة E دي تربة ردن. يعني تربة ضعيفة خالص. شوية ردن وبتأسس عليها. التربة اللي فتنتها دايما تربة D. تربة كفر الشيخ أو حش تربة في الجمهورية تربة E. تربة بقى القاهرة والكلام ده يا رمل يا طين على حسب المنطقة. هتلاقي التربة الصخر دي في المدن الجديدة. هي والرمل الكثير. احنا لو تنتها هنبقى D. وهنبقى طيب ون. لأننا ما ديها غير ساحلية. ماكش دعوة بالترع اللي قدامنا. احنا برضو ما ديها غير ساحلية. فتعال يا باشوة عندي. سنشوف بقى الكود بيد تي بي والتي سي والتي دي والإس ازاي. سيديهم في جدول إيه. الجدول الأولاني. بتاع طيب ون. اللي هي المدن الغير ساحلية. والجدول الثاني. بتاع طيب ون. اللي هي المدن الساحلية. شباب. فالجدول الأولاني بتاع طيب ون. والجدول الثاني بتاع طيب تو. فإنت Oft رو تجري ح ب droرصة جollaية. فإني كل اهتمام شخص بالجدول الأولاني. ولو أنت طيب تو. فإني كل اهتمام مع الجدول اللي تحت. يعني لو أنت في سكندرية أو挑M إلى الجدول اللي تحت. لكن الدكتور قال في حيه. قبيب ما في طيب طيب، بحيه سنصمم مرة على طيب ون. ومرة على طيب تو. لا. ما أعرفه أننا نصام طيب 2 لا نصام طيب 1 يعني إذا هو طيب 2 يبقى خلاص طيب 2 أنا متذكر ودكتور قال الجملة في الحتة بس بس ليه ليه بس ليه ليه يعني هو القد ما قسم لأثنين أروح للمدادة السحلية أصام طيب 1 ليه هو قد نجرب الـ 2 ونأخذ المكتر نفسي نحن مرّب من هو طيب 1 إلى طيب 2 ممكن أن أرجع له في الحتة ماذا أتقال؟ لا ترجع له إن شاء الله يبرك لك بدلاً ما يقوله ما أعلن؟ هو عموماً هيجي لك طيب 1 أصلاً ده يبدأ يعني فلو أنت طيب 1 فأنت حياتك كلها مع الجدول ده وحسب نقاط طربة الصبت والكلاس هاختر المعاملات فأنا في المسألة التاعتنا من الجيبنز كان بيقول البلدنج is located in Santa City يعني إحنا طيب 1 وكما أتركت on Stifq A يعني منشأ على Stifq A Soil type D يبقى Soil type D ونحن الجدول type 1 فيبقى معاملات بتاعت اللي هي دي ال S ب 1 و 8 T B 1 و 10 T C 3 و 10 و T D 1 و 2 فيبقى في المسألة يا شماندس T B 1 و 10 تنميباً لتك T C 3 و 10 T D 1 و 2 S ب 1 1 8 في المسألة لأننا نحن في Tanta و type D و كده خلصت أول حاجة التي هي حسابة T B و T C و T D و S كده خلصت أولهم الخطوة الثانية حساب ال H حساب ال H حساب ال H كيف؟ قال لك ال H هو ارتفاع المبنى من وش الأساسات حتى سافة دور الأخير يعني لو هذا الإليفجن بتاعك ف ال H هي ارتفاع المبنى من سطح الأساسات لحد سافة دور الأخير من غير الدروة الدروة دي كان بتاعك رياح بس الزلازل ملهاش دعوة غير باللسقط طب ال الارتفاع ده كام؟ ال الارتفاع من هنا لحد هنا ب 28 متر هتزود عليه 8 من 10 فيبقى ال H دي كلها كام؟ ب 28 و 18 اي طب الخطوة التالفة حساب ال T واحد ال T واحد معادلة ال T واحد بتساوي CT في ال H اللي انت جبتها قص ثلاث تربع ال H عند ال CT دي ده معامل بيعتمد عن نظام الإنشاء اللي بيقاوم الزلازل فعندك نظامين يا دقتايل فريم أو فريمز بس يعني فيبقى ال CT بخمسة و سعين من ألف ده لو المبنى بتاعك كل اللي بيقاوم الزلازل فيه فريمات بس طب لو المبنى بتاعنا اللي بيقاوم الزلزل فيه شيروول أو كور أو أي نظام تاني غير الفريم فال CT بخمسة و سعين من ألف أو خمسة من مية ده لأي نظام تاني غير الفريم يعني فريم و شيروول يبقى خمسة من مية شيروول بس خمسة من مية كور بس خمسة من مية إنما لو فريم لوحده يبقى بكام خمسة و سبعين من ألف احنا عندنا في المسألة في البلان كان كل اللي بيقاوم شيروول بس فال CT بكام ال CT بخمسة من مية ده في المثال طب عايزين نحسب T واحد يبقى خمسة من مية في تمانية و عشرين وتمانية في كل أستاذة تربة وهو يا ري يطلع معاك بالتنين و ستين من مية ثانية و دي اللي كنت كاتبها هنا الانيميشان بس اطلقبطت و ظهرتها في الأول ينفروك أن تظهر بعد ما تبديك كي انا جبت مين؟ التي وان بالتنين و ستين من مية ثانية طبعا ما ليه بقى؟ فقدر احنا لايه في ال H هنا ما بناخدش المتر اللي هي بتاع السور دي عشان الزلازل دايماً بتأثر أصلاً في البلاطة في الكتلة بتاع البلاطة فالطبيعي النسطور ده لكنه مش موجود مش هيأثر معاك في حاجة لأنه مفيش فوق إيه بلاطة فمش هتأثر بالزلزال أصلاً فاني بقى اللي ارتفع لحد مين؟ لحد الوش البلاطة الأخيرة بس تماماً تماماً من تي واحد ده وقعت أنهي انترفل من دول أي مرحلة هل هي من صفر للتي بي؟ ولا من تي بي للتي سي؟ ولا من تي سي للتي دي؟ ولا من تي دي أربعة ثانية؟ وحسب الحالة هتديك معادلة تحسيب لك مين؟ الاسي دي تي فالخطوة الرابعة حساب الاسي دي تي وان وده بتعتمد على حسب تي واحد وقع في أي منطقة فعندي أربعة احتمالات جائمة تي اللي هي تي واحد تكون من صفر لتي بي ساعتها الاسي دي تده تتحسب من القانون ده والقوانين تتحسب في الامتحات إما تي تكون من تي بي للتي سي فتتحسب بالقانون ده إما تي تبقى من تي سي للتي دي فتتاخد الأقل من كمتين فروض الأكبر منها يا شباب الأكبر منها الأكبر من حاجتين يا الكمال اللي فوق دي يا الكمال اللي تحت دي الأكبر من يا جماعة لو التي دي أو التي بتاعتك ما بين التي دي واربعة ثانية فبيتاخد الأكبر من حاجتين برضا يا القانون ده يا إما القانون الثاني كنت بالك دي الأكبر منه مش الأقل منه طب أعمل إيه؟ أشوف بقى تي واحد بتاعتي فأنهي مرحلة من دول أنا فأنهي مرحلة بص كده تي واحد بكام؟ بثنين وستين من مية فثنين وستين من مية دي أنا شايف إنها ما بين التي سي والتي دي لأن التي سي بتاتها من عشرة والتي دي بواحد واثنين فالتي واحد ما بينهم المهمة اللي اثنين فقالك في المثال هيبقى القانون بتاعنا هو ده لأنها في المرحلة دي وبالتالي بما أن التي ما بين التي سي والتي دي فالاس دي تي بتتاخد الأكبر من القيمة دي أو القيمة دي دي الأكبر مش لقال الأكبر من القيمة ده هي؟ أو القيمة دي فما أنت سنعمل إيه دلوقتي؟ هنعوض في القانون اللي فوق وهنعوض في القانون اللي تحت ونقود الكوبة الأكبر فيهم يبقى هي الأس دي تي السؤال بقى إيه هي الأي جي؟ إيه هي الجامة آي؟ إيه هي الأس؟ جبتها مرة بواحدة ثمانية إيه هي الأر؟ يبقى لو جاوبنا إن إيه هي الأي جي؟ وإيه هي الجامة آي؟ وإيه هي الأر؟ أعرف أحسب لك الأس دي تي فالسلايد اللي جاي المفروض هتتكلم على مين؟ عن المعاملات دي؟ طبعا علامة أصغر مني دي كلها أكبر يا جماعة كل ده أكبر مش أصغر يبقى الأي جي والجامة آي والآر تعاني نتكلم الأول على الأي جي إيه الأي جي دي أصلا؟ قال لك دي اسمها العجلة الأرضية للزلزاج قمال الأس دي تتعرفها إيه؟ عجلة تفي التجاوب دي العجلة الأرضية للزلزاج بحسبها إزاي الأي جي دي؟ قال لك بتتحسب من جدول وبتعتمد على المنطقة الزلزالية تقود مقسم كل منطقة في مصر لحاجة اسمها المنطقة الزلزالية يعني طنطة مثلا منطقة الزلزالية تانية كندرية منطقة الزلزالية تقريبا أولى يعني كل منطقة في مصر لها يعني بتبقى خطيرة شوية في الزلازل كل منطقة لها نسبة خطورة في الزلازل فطنطة تقريبا إلى المنطقة الثانية يعني تعرضها بالزلزال رقم اثنين ليس هي الرقم واحد ليس هي الطب ليس هي اللي تقصر بالزلزال قوي يعني فالجدول ده يعمل ازاي في الكوت اهو بالدكم الاجي حسب المنطقة طب انا حدد المنطقة من ايه يجيب لك في الكوت جدول تاني كتب لك في اسماء البلاد ورقم المنطقة بتاعته يعني الغربية مثلا منطقة تانية في البسوة وحمد منطقة تانية شرم الشيخ ونوابع منطقة ايه خمسة ألف فكل بلد بديج المنطقة بتاعتها مين فاحنا في المثال بتاعنا كان قيلها ان احنا في طنطة فاحنا الغربية منطقة تانية فترجع هنا كده يبقى انت منطقة تانية يبقى الاجي ببوينت واحد اثنين خمسة من الجي او فيبقى في المثال الاجي بتاعتنا بما اننا نحن في طنطة يبقى الاجي ببوينت واحد اثنين خمسة من الجي وحسب تأول معامل اللي هو الاجي يجاب من جدول حسب المنطقة الزلزلية بحدد المنطقة منين فيه جدول في الكوت شابتر تمانية في الأحمال جدول اثنين به بيحدد لك المنطقة الزلزلية حسب المبنى موجود فيه فياني محافظة وبانهي بلد يكون الجدول دي في الامتحان طبعا طبعا لازم تكون في الامتحان وما لا تحصل لذلك هو الطفل الخطي ده مش ده منحنة مرسومة اه مش كان الاسهل يجيب المنحنة واحنا نخش احنا نخبط في التعاون قيمة المنحنة بالضبط المعادلة اضاق من ملحنة بس اصلا يعني متعبة شفية يعني اصلا يعني جداول كتير هنعمل ايه بس؟ هي جداول كتير بس الموضوع سهل الموضوع سهل ولكن المحنة نفسي رمز نفسي حاجة تحت النص ومشكلة انسى الله مش هتطوه يعني انسى هتطوه الناس هتعمل ايه؟ قوله قوله بالنبي ما انا قلت له يا عامر طبوه المعادلات دي حفزة انا سهل هتجلنا انا معادلات دي كلها جبن في الامتحان هتحفظ ايه؟ هتحفظ ايه كلها؟ واي انا عين كنت هتخذ ايوا مين اللي بيهنده اشوال دي؟ ايوا عنا ايوا عايز ايه؟ عالمة سباحة النورة الامت الازمار من الحمرة اللي فوق دي اه اكبر اه اكبر من اه اكبر من اي حاجة والقبلها مرضو؟ والقبلها اكبر مني ايضا عشاني السلاد اللي لا معنش اي اكبر منه والله كله أكبر منه حتى ما قلت عن دولتك كله أكبر منه كده حسبنا الاجي تلعب بكام بوينت واحد اثنين خمسة جي طب تعال نحسب المعامل الثاني اللي هو الجاما آي الجاما آي معامل يعتمد على مدى أهمية المنشئ طب حسبه ازاي ده قال لك برضو من جدول سبحان الله يعني فحسب أهمية المنشئ بتاعك الكود بيدي له جاما آي وكاتب لك بقى هنا المنشئات كلها الأغلب يعني فانت لو منشئ سكني أو مش مرتبط بأي مجموعة أخرى يعني مش مرتبط بمجموعة اللي فودي أو اللي فودي فانت لو منشئ سكني يعني عادي الجاما آي بتاعتك أهميتك بواحد كلما المنشئ يبقى مهم كلما الجاما آي بتبقى أزيد أكبر فهتلاقي مثلا في المدارف وصلاة التجمع ودور العبادة بياخد معامل الأهمية ده بواحد واثنين من عشر في المستشفيات ومحطات الإدفاق ومحطات الكهرباء وإسام الشرطة اللي هي فاضي أصلا بكام واحد واربعة مش مانا إسام الشرطة أنا معرفش يبقى كل مبنى حسب أهميته حسب أهميته بيديك إيه؟ بيديك معامل أمان أو بيديك معامل أهمية فإحنا لو منشئ عادي زي عندنا إحنا كان بيقولك مبنى سكني وبالتالي يبقى إحنا منشئ عادي يبقى الجاما آي بكام واحد طب بعد ما حسبنا الجاما آي نايس الار الار دي سنين اللي فاتت كنا بنقولها في خطوة كده ونمشي وهي بره كده هي بره الخطوة اللي لاحق ونقولها السنة اللي فاتت بس السنة دي الار دي لاحظ فعشان تحسب الار اللي هو بنسميه reduction factor أو المعامل اللي بيعتمد عن نظام الإنشائي زي مين؟ زي السي تي كده بس السي تي حاجة والار حاجة دي معامل بيعتمد عن نظام الإنشائي وعشان أحدده لازم أحدد نسبة الارية بتاعت الشيرول على الارية بتاعت الول زي كولم بمعنى هتيجا على البلان وتحسب مجموع مساحات الشيرول اللي موجود المساحات في البلان يعني المساحة دي بكام؟ 3 من 10 لأنه كم يديك أبعادها 3 من 10 في 6 عندي كم حطب كده؟ 1 2 3 3 دول أبعادهم 3 من 10 في 6 يبقى 3 في 3 من 10 في 6 طب والحطة الغالبالة اللي في الآخر دي 3 من 10 في 5 يبقى زائد 3 من 10 في 5 كيانا جبت مين؟ مجموع مساحات الول أقسموا على مجموع مساحات الول زائد العمداد يعني أجمع كمان عليهم مساحات مين؟ العمداد النسبة اللي هتطلع دي بتحدد للنظام الإنشائي اللي بيخاوم الزلاث فالنسبة دي ممكن تطلع كم حاجة؟ حاجة من 3 يتطلع أقل من 3 يعني مساحة الحوايب على مساحة الحوايب زائد العمداد يطلع الرقم دي أقل من 3 فنقول لك يبقى الشير وال مساحاتها صغيرة فيبقى اللي بيتقاوم أو النظام اللي بيتحكم هو الفريم هتقول لي فريم يا شوهندس هي فين الكاميرات اللي هنا هقول لك لو دي 3 سلاب كل كلها مسترب بتشتغل أكنها فريم والكلام دي على فكرة موجود في الكود في 3 سلاب لو فتحت 3 سلاب فتلاقي فيه طريقتين للحل يا إما طريقة اللي هي الإكوبيلنت اللي احنا كدناها في الكلية الطريقة الثانية إنك تقسم الفلاس لاب لفريمات فالفلاس لاب الكولم استرب إذا نفسها بتشتغل فريم فلو فلو الاريا وال على الاريا والزا كولم أقل من 3 يبقى النظام الحاجم في ريم هيفرق في ايه هتعرف كمان دقيقة طب لو الاريا وال على الاريا والزا كولم أكبر من 3 ده معناه إن الرقم بتاع الاريا وال كبير لساحة الحوايط كبيرة بالنسبة للعمدات قال لك ساعتها يبقى الحوايط هيا المتحكمة فيبقى النظام الحاكم هو الشير وال يبقى لو أقل من 3 في ريم لو أكبر من 3 يبقى النظام الحاكم الشير وال طب لو لقدر الله تلعت النسبة معك في الامتحان من 3 للتلتين أعمل ايه قال لك لو تلعت من 3 للتلتين فأنت يبقى النظام الحاكم ما هو الشير وال ومواد فريم وما النظام الحاكم ايه بقى ان شاء الله حاجة اسمها dual system يعني نظام مبين ما بين الفريم والشير وال اللي اتنين شغالين مع بعض بس يجي الكود يركم عليك كده يقول لك هذا dual system اللي هو شير وال وفريم مع بعض اللي اتنين مع بعض لو تلع ان الاريا وال على الاريا وال على كولم أكبر من نصف فيبقى dual system المتحكم فيه هو برضو الشير وال لو تلع عن الاريا وال على الاريا وال على كولم أكبر من نصف يبقى dual system ده المتحكم فيه برضو هو الفريم يبقى لو أكبر من تلت فريم بيور لو أكبر من تلتين شير وال بيور لو من تلت لتلتين فيبقى dual system يعني dual system ده برضو بيقى فيه واحد يوم أعرف وشوي أعرف من اين بقى أشوف الاريا وال على الاريا وال على كولم لو أكبر من نصف تطلع عن الشير وال هي اللي بتحكم لو أهل من نصف يبقى لأن الار بتعتمد عن نظام الانشاء اللي بيتم تحديده طب تعال نطبق في المعادلة بتاعتنا أو تعال نطبق في المسألة بتاعتنا ونشوف إحنا أني حالة من دول تعال كده أنا محتاج أجيب الاريا وال في المثال الاريا وال زي ما قلت لك أنا عندي ثلاث حوارط أبعادهم ثلاثة من عشرة فستة فيبقى ثلاثة في ثلاثة من عشرة في ستة زائد حيطة واحدة أبعادها ثلاثة من عشرة في خمسة يبقى زائد خمسة في ثلاثة من عشرة يطلع مساحة الالول كلها كام بستة وتسعة من عشرة متر مربع مثال الاريا وال طب الاريا وال زائد كولم هتساوي الاريا وال زائد عدد العمدان في مساحة مقطع العمود الواحد. انا عندي كم عمود بقى? هتعد في البلان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اتناشر عمود. فيبقى زائد اتناشر عمود في نصف في نصف. يطلع الكلام ده في تسعة وتسعة من عشرة متر مربع. اعمل ايه في النسبتين دول? اقسموا بعضا بعض. فيطلع ان الارياول على الارياول زائد الكولم بالسبعة من عشرة. يعني اصبر من تلتين. يبقى النزام الحاكم مين? الشيرول. وغالبا بنسبة تسعة وتسعين في المية في الامتحان. هيطلع معاك الحاكم مين? الشيرول. طب الحمد لله. النزام الحاكم الشيرول اعمل ايه بقى? انا عايز اجيب الار اصلا. اجيبها ازاي? قال لك اكيد الار دي سبحان الله بتتجاب من اين? من جدوة. الجدوة لا قصة. هو الجدوة اللي ظهر قدامك ده. ايه بقى الجدوة ده? ركز كده. اول خانة فوق او اول خانة عن يمين بيقولك النزام الانشائي الحاكم. لو انت حواية حملة هتخش هنا. فحنا المبنى بتاعنا مش حواية حملة. لو الشيرول بس اللي بيتحكم. فانت هتخش هنا. اللي هي تاني واحد. لو عندك اطارات فراغية مقاومة العزوم يعني فريمات بس. يبقى انت هتخش هنا. لو نظام مركب يعني دول سيستم. يبقى انت هتخش هنا. يبقى انا على حسب بالتأسيمة دي. هعرف انا هتخش هنا ولا هنا ولا هنا. فانا في المسألة بتاعتنا اشير وجود. فيبقى القرب كام? حواية قسم الخرصان مسلحة يبقى خمسة. يبقى القرب بتاعتي بخمسة. ده في المسألة. طب فرضا كانت لعن في المسألة بتاعتي الرقم اقل من تلف. فيبقى النزام اللي بيقاوم مين? فريم. انا هتخش على الاطارات الفراغية. وطالما هي اطارات بس فتبقى اطارات ذات ممطولية. يبقى القرب كام? بسبعة. يبقى انا على حسب التصنيفة بخش على قاني خانة من دول. وبعد كده بختار العنصر المقاوم ايه? طب لو انت دول سيستم بقى. لو انت عناصر مركبة. قال لك لو انت عنصر مركب دول سيستم او نظام مركب. فلو الفريم هو اللي حاكم فيه. خد القرب كام? بستة. اهو? يقول لك لو اطارات ذات ممطولية خد القرب بستة. طب لو الشيروول هو اللي حاكم. هتلاقي هنا في الشيروول. فبيقول لك لو الشيروول هو اللي حاكم في الدول سيستم. ترجع تاخد بتاعت الشيروول اللي فوق اللي ياب خمسة. حل الكلام ده صعب يا جماعة? اه. معلش شبش منتس الجدول دلتين عشان انضفقني شوان. طيب ثاني. انا عندي تلات انظمة بتقوص. يا فريم يا دول سيستم يا شيروول. وهو كتبه منها في الجدول. يا اطارات فراغية بسيطة دي الشيروول. يا اطارات فراغية مقاومة للعزوم دي الفريم. يا اما انظام مركب اللي هو الدول سيستم. طب لو تلعي معايا ان انا اللزام اللي بيقوم فريم. يعني انا اطارات فراغية مقامة للعزوم. ليه ليه اللي في النص ريه. هروح اخش هنا على المنسب. بيقول لي لو انت اطارات زاد ممطولية كافية خد القرب سبعة. لو زاد ممطولية محدودة خدها بكم? بخمسة. احنا ايه? احنا زاد ممطولية كافية. دايما. فيبقى لو انت اللي بيقوم فريم. فهتختار الار بتاعة الفريمات دايما ممطولية كافية. في اللي في النص ريه. اشمعنا? لان بيقوم اطارات فراغية مقاومة للعزوم. هي دي الفريم. طب لو تدع ان اللي بيقوم شيروول. قالك لو بيقوم الشيروول. لو اللي بيقوم هو الشيروول. فساعتك بتخش على اول خان. لقى اطارات فراغية بسيطة. دي الشيروول. طب اختار اني هار في يوم جوه الشيروول دي في ثلاثة. في ثلاثة قار. اختار اني هار. اختار بتاعة حواية القص من خرصة المسلحة. يبقى الار بخمسة. طب لو جيت عملت النسبة. واتلعت انك دول سيستم. يعني نظام مركب. يبقى انت هتخش على الخانة رقم ثلاثة. ده النظام مركب. يقول لك بقى جوهات خانة رقم ثلاثة دي. يتكون اطارات ذات ممطولية كافية. يا اطارات ذات ممطولية محدود. فلو انت دول سيستم. واللي بيتحكم فيك فريم. فيبقى الفريم بعتبره دايما ذات ممطولية كافية. يبقى الار بتاعته كام? في ست. هتلاقي ان جوه النظام المركب. ما فيش اصلا شير وول. والمال هو هنا بقسم لي شير وول ليه? لان بقول لك لو انت دول سيستم. وتلع ان الشير وول هو اللي بيتحكم. ارجع خد القرب كام بخمسة من فوق ايه. تمام كده يا جماعة? تمام كده سايخول اللي او. حد مش فاهم ده يا شباب? بشوانس الجدول ده مش موجود في السلايد. هبقى معتولة في الواحدة. تمام. اللي بخدت بالك هو موجود على رسمة تحت او. فالك كنت معتولة في السلايد. وكنتش هتشوف الرسمة اللي تحت. فانا هبقى معتولة في الواحدة. تمام. طب الخلاصة بقى في المسألة بتاعتنا ايه? احنا طلع اللي بيقاوم الحمد لله شير وول لي. بقى انت في اول خالة دي اللي هي اطارات فراغية بسيطة. اختر اني واحدة ما انتاليا دول. انا حواية قص. لان اللي بيحكم فيها شير وول. من خرصان. طيب الار بكم? بخمس. يعني في المسألة بتاعتنا. احنا حواية قص. فالار بخمس. وكده هسابتلك الاجي والجاما اي والار. ودايما يا ابني في الامتحان الار هتطلع بخمس. الا لو جاب لك مسألة. لفقها وتلع ان هي. يا ايه ما انظام مركب يا اطارات فراغية. بس هو في الغالب احنا برا حتى الار دايما بخمس. وذلك اللي كنبدو السالة اللي فات. حد عمي. حد عمي. في لعدة كله بنحسب في اول رمز بس في المعدة. اه بنحسب الاس دي تي. دول رمز. حد مش تفهم اما حاجة. لا لا الحمد الله. الحمد الله فاهمي. الحمد الله. طيب يا عم خلاص. حسابنا كل حاجة. الجامع اي والا جي والار. ناس بقى نعوت من معدلتين. موسيقى